في نهاية الجلسة الطارئة لمجلس النواب وافق المجلس على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده للقيادة السياسية وللقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري كما وافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية في رسالتين الأولى أقترع على حضرتكم إرسال رسالة لفخامة السيد رئيس الجمهورية نعبر فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده لفخامته وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري فالموافق من حضرتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده موافقة أخترع على حضرتكم أيضا إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية فالموافق من حضرتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده موافقة موافقة موافقة